كابتال محمد يمكن أجيلك أكيد البطولة العربية ما كانتش سهلة بالمرة خلصنا السوفر المصري دخلنا على البطولة العربية لعبنا ماتش بماتش يعني أكيد كان فيه مباريات صعبة في البطولة أكيد كان فيه تحضير المباريات الصعبة شايف البطولة كانت إزاي؟ البطولة طبعاً البطولة عربية طبعاً صعبة طبعاً كعادتها آني لأن كل الفرق معها محترفين جنبين جداً يعني في ربانياس كمعها أربع محترفين فريق بحريين كان فرق هوا جداً برضو فالبطولة كان صعبة جداً يعني لعبنا كل الفرق كان الصعبة فالحمد لله دينا نكس ببطولة الحمد لله طبعاً كنا دايماً قبل المتصوات بندرس الفرق كواس جداً بندرس قوة وضعف الفريق وقوة ضربة في حد الفريق فالحمد لله قدرنا الحمد لله نقوم ببطولة الحمد لله وإنت على المستوى الشخصي عملت ما شاء الله بماتشات كويسة بطول العربية لا والله الحمد لله أنا عملت أول 3 ماتشوات كويسين جداً بحيكاية عرضت الإصابة في أسبوعي خدتي 3 غرز فأه اللي جات من إيدي؟ والله بعد ما خلصنا أول 3 ماتشوات اتمرنا بعدها في لوم الراحة اتمرنا عشان بنجاز المسؤولي بعدها فبطلع بلوك الزميل بالفرقة فالكورة جات في أسبوعي في خد 3 غرز يعني الكورة من قوة عوردة؟ اه اي اي يا خبرا بيض فالحمد لله لا عادي بقى الكور ممكن ممكن تفتحك طبعا ممكن تقرع صوابع وكده يعني فالحمد لله يعني طبعا دكتور سمح طبعا لما حليم طبعا ربنا رب رجعه بالسلامة طبعا عيب كبير جداً وطبعا كلازي علينا عليه طبعا يأثر طبعا مع الفرقة وانا بتمنعه إن شاء الله يرجع في أسرع وقت إن شاء الله طبعا لما حليم تصاب طبعا فما كانش فيه كنت لازم ان انا كن موجوب مع الفرقة طبعا عشان طبعا عادل وسعودي ما نفعش له لوحدهم فطبعا الدكتور سمح تيا معي جداً في الفترة دي طبعا والحمد لله قدرت أرجع بسرعة وموجود مع الفرقة حتة التلات ورس دي يعني متقاليتش وده برضو حاجة كويسة إن الجهاز معلنش أو معرفناش في الميديا إن انت مصاب لا الحمد لله احنا السنة دي مكتمين جداً على الفرقة طبعا عكس سنة اللي فاتت طبعا سنة اللي فاتت طبعا حصلت طبعا ظروف ده النادي القالي طبعا صعب جداً يخسر بطلتين في موسم واحد فطبعا السنة دي احنا مكتمين على الفرقة ومركزين بس في هدفنا نور خمس بطلات إن شاء الله بإذن الله اللي وعدنا بهم الجمهور والحمد لله يعني محدش عارف موضوع يصابتي الحمد لله كان الكابتين بيحتاجني في أي وقت كنت ما ينزل بعمل علي وكلنا طبعا كلنا بيتسعب بعضنا الحمد لله